وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 584 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 320 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 52 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توليد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 250 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من ثمانية أطنان وإلى مجال البيع بأزد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت وتم ضبط 395 قضية من بينها 129 قضية خبز ناقص الوزن و75 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 13 قضية بمضبطات بلغت قرابة 388 طن ترجمة نانسي قنقر